إليس كوماز أبيسيليوم زيكو أولاد دة العمل بتاع الإبيسيليوم الإبيسيليوم هي النقط الصغيرة لعمال سطح Color اللي من ناحية الفراغ الأبيض النقط هي نت닛 السطح النقط دي دي التي السوم هذه نقطة الخلايا كلها هم؟ مش باين فيها غير النيوكليس اللي انت شايفه النقطة الغامقة دي المبططة دي خلاص يبقى اللي عالسيرفس من فوق ده بقى سيمبل كيوبيكال ابيسيليم شايفين احنا دواير في قلبها حاجة حمراء الحاجة الحمراء ده كله يتسبك منه انما هي الفكرة كلها في الحاجات الزرقاء اللي هي اللي فيها كور زرقاء دي ايه دي دي هي دي الخلايا اللي هي سيمبل كيوبيكال ابيسيليم يبقى الفراغ ابيض في حاجة حمراء وبعدين بعد كده كور صغيرة زرقاء دي المدورة بتاعة السيمبل كيوبيكال ابيسيليم الخلية اللي هي المربعة دي ده بقى سيمبل كيوبيكال ابيسيليم برضو الخط الاسود اللي جاء من الفراغ الابيض بيشاور لك على ابيسيليم اللي بتبقى الطبقة السطحية اللي مبطنة اللي يمن من جوه او التجويف بتاع الامعاء من جوه خلاص شايفين حاجة لونها بامبة كده وفيه نقطة كور زرقاء بالطول كده شوي هو الحتة الصغيرة الشريط الرفاية اللي ماشي تحت الفراغ الابيض هو ده السيمبل كيوبيكال ابيسيليم كبرنا شوية نفس الكلام شايفين اللي هو من ناحيتين يعني فيه فراغ ابيض ومن ناحيتين فيه السيمبل كيوبيكال ده بقى زود وستراتفايت كولامنر سليتد ابيسيليم هو شبه كولامنر ابيسيليم بس لو تلاحظ فيه شراشيب رفيعة من ناحية الفراغ الابيض والخط الاسود او السهم الاسود ده بيشور عليه ده بيشور عليه عالسيلي خلاص اهو كل الشريط الفوشيا الغامق اللي عالطرف ده هو ده زود وستراتفايت كولامنر سليتد الشراشيب الرفاية اللي عالسطح سيبك من اللي تحت ده اللي تحت ده كنك تفتشه لسه ما اخدناهوش بكلمك عالشريط الفوشيا اللي عالحرف اللي من ناحية الفراغ الابيض الشريط الفوشيا ده كله هو ده زود وستراتفايت ده سنبي ده سولي نلاحظ ان الطبقة الفوشية المعرجة دي تخينة دي كذا طبقة من من الابثيليم نفس الكلام السهم الاسوي ده هو بيشور لنا على الطبقة الفوشية التخينة اللي عاملة زي الزجزاج على الصفح ده ده استراتفايد سكويماس ابيثيليم عرفت منين سكويماس تعال من ناحية الفراغ الابيض هتلاقي السطح عليه سكويماس سيلز نفس المنظر شفناه في قبل شريحة السطح واللي تحته ده كله سيلز ده بقى استراتفايد سكويماس كيراتينايز ليه ده كيراتينايز ده شايفين الطبقة الحمرة التخينة دي كلها اللي من ناحية الفراغ الابيض الطبقة التخينة دي كلها كيراتين وتحتها في طبقة فيها نقط زرق كده دي اللي هي الخلايا اللي هي بتاعت الاستراتفايد سكويماس ابيثيليم وطبقة الكيراتين هي الاصفر فاحمر اللي على السطح دي نفس الكلام الشريط الفوشيا اللي ماشي ده والأصفر في أحمر الحاجات المعراجة كده من ناحية الفراغ الأبيض ده كيراتين يعني يبقى ده نفس الكلام والسهم الاسود اللي نازل من فوق ده بيشوالك على الكيراتينة هو الحاجة الصفرة المعراجة والشريط الفوشيا اللي تحتيق هو ده نفس الكلام نفس الكلام كل الطبقة التخينة اللي فوق ده كلها كيراتين والحاجة الفوشيا اللي عاملة زي الأوباب ده هو ده يبقى ده عشان الطبقة السطحية كيراتينيز عشان الطبقة التخينة اللي فوق ده كلها اللي لونها صفر على أبيض على أحمر ده كلها كيراتين يبقى ده نفس الكلام بس زوبنا شوي والسهمة هو بيشوالك على الكيراتين الحاجة الصفرة دي يبقى ده ده هي الطبقة اللي برضو بنفسيجي اللي على السطح دي خلاص هيا ده وده نوع من زي ما احنا عارفين السهمة هو بيشور على الطبقة السطحية في واضحة هنا جدا كل اللي شفناه التلات شرائح ده برضو ولاحظوا الخلية اللي من ناحية الفراغ الابيض طيب ده سيرس أسيناي حاجات زي الوردات ديقة ديقة واليوم بتاعها ديقة زي ما احنا شايفين الوردات الديقة دي كلها سيرس أسيناي بيبقى الدامتر بتاعها صغير واليوم بتاعها تقريبا ما فيش ديقة جدا نفس الكلام كل دي سيرس أسيناي وردات صغيرة ديقة مش مفتوحة ودي بقى ميوكس أسيناي شفنا الوردة عملا زي ما تكون فتحت لون هباين والنيوكلياي الزرق اللي في السطح دي ده بقى نيورو إبيثيليم اللي هو التستباد الكور اللي عاملة زي البصل اللي في قلبها دي خلاص يبقى ده نيورو إبيثيليم متجيك الشريحة دي نيورو إبيثيليم تستباد نيورو إبيثيليم تستباد أو الخط السود بيشور على تستباد الحاجة اللي عاملة شكرا